مساء الخير هستي اشرح المومنت دياجرام طريقة الدكتور احمد سلامي من حيث الناحية الاشارات و كيف برسم اصلا بدون معادلات او مساحات او شير كامل حتى طريقة الدكتور سلامي بتحكيلي انه متخط من هون من كل بداية البيم و نهاية البيم و اي تغير باللود او كابل مومنت او اذا كان لود مستطيل بداية اللود مستطيل نهايتهم مثلث مثلث عندي كابل مومنت هون بمتخط منه بعدها بمتخط زي هيك انه هذا خط الصفر زي ما نحكي يعني زي هاتف نحكي محور فعندي هسا بكل مكان بالعالم يعني عندي على اليوتيوب على الكتاب على الدرسية باي مكان راح تلاقي الاشارات هيك الموجب فوق والسالب تحت ماشي ماشي يعني كيف عن الموجب فوق وسالب تحت هسا هاي الطريقة بحكي لي الطريقة الدكتور سلام تحكي لي خذ المومنت عند كل تغير يعني عند كل خط خذ المومنت المومنت على يسارها او يمينها تغليز على يسارها على يسار هذه النقطة هل هنا لودات اشي ؟ لا يا اendarي المومنت هنا صفر طيب ناخذ المومنت عند النقطة هاي على يسارها شوف عندي اللود في الانت لود 5 بدأت 5 في 2 و 10 فبعمل للمومنت 10 طريقة السلامة بتحكي لي انو معقرب الساعة موجب من اليسار المعقرب الساعة موجب 5 في 12 كيف بعمل المومنت ونعمل المومنت مع قارب الساعة معناته موجب يعني هم هون العشرة وكيف التوصيل بينهم لانه الشير بيكون constant طيب طريق سلام تقول لي لو خفت المهمة على اليمين في لودة عيمينها لا معناته صفر طيب لو خفت اليسار لازم تلا صفر اصلا لازم طرف البيم يصفر راح حكي له خمسة في اربعة عشرين هذول كيف مع قارب الساعة وعشرة في اثنين عشرين كيف كيف يعملون عكسة قارب الساعة 20 ناقص 20 صفر ما نعطي المومنت هون صفر طريقة سلامة بتحكي لي الشيك طريقة سلامة من ناحية المومنت اه بتحكي هيك بس من ناحية الاشارة المثلثات كيف طريقة سلامة بتحكي لي طريقة سلامة بتحكي لي انه الدكتورة مثلا اي خمسة اي خمسة طبعا هترجع اكسين يعني تحكي لي اطرلوذة تخرجيها بتحكي لي الطريقة انه هاي الطريقة العامة اللي احنا لكل الدنيا تتعلمها يعني طريقة الدكتور بتحكي لي انه ايش خلي لي الموجب تحت واستعلي بفوق طبعا بيفرقش اشي خمسة في اثنين كم عشرة عشرة هذول مع قارب الساعة مع قارب الساعة موجب يعني مش فوق موجب وين انا ما احطوه ما احط الموجب تحت صح فبحكي له العشرة هون ما احطو التوصيل هيك نفس الطريقة هيك لانه اخذ المومنتون او يعني نفس ما شرحت فوق يعني فكرة الدكتور انه انا خلص ما اقارب اذا خدت الجهة اليسار ما اقارب الساعة موجب بس شو الفكرة انه الموجب انا فرضو تحت فبرسم لا تحت الموجب فوق لا فوق اذا بالنسبة للشير شير لو رسمتها رسمة الشير يعني هي رسمة المومنت المومنت طي لو ادرسم الشير اذا كل الدكتورة عادية الكتب وكذا برسم الشير كبير المومنت يفرق الشير الشير دائما موجب فوق سادي بتحت بتحكي ليسا ما بديش يمين طالع يسار سيناقص هاي لا تفا موجب هيك هيك عاجقة خلص بكل بساطة هاي خمسة خمسة طلالة فوق بعدين عمشي خط مستقيم بعدين عشرة تحت تنزلني عشرة هاي خمسة يعني هاي خمسة هاي سارب عشرة بعدين في لودات اشي لا مستقيم بعدين خمسة بتطلعين هاي سارب خمسة بتسكر بس هاي الفكرة هاي موجب وهاي سارب الفكرة انه عندي طرق ثاني للا احسب المومنت اللي هي المساحات وكذا زي ما نحطم بالتوسية بتفرقش طريقة المومنت لكل نقطة احسن واثمن بالنسبة اليه بس انه ارقزه على شغلة الموجب والسارب بتارك اشرح شغلة التقعر التقعر لو كان عندي الشير او اللود المثلة ثاك جاي اللود المثلة ثاك جاي هسا في شغلة مقعر للاسفل مقعر للاعلى هسا يعني ممكن يكون هيك شكله مقعر لزي هيك وممكن يكون هيك صح؟ ها فرض ها النقطة بي ها النقطة ايه يعني هاي ايه وهاي بيه طريقة التقعر شو بتحكي لي ايه خذ مماس من عند كل منحنة يعني هذا مماس هيك مثلا وهذا مماس هيك ايه انو المماس هو اقل يعني ميل اقل هذا ميل اقل صح؟ هذا ميل اقل طيب احنا مشوف بي بيه الشير عنده قليل الشير عنده قليل فبؤخذ المماسه اقل فراح اخذ هاذ المنحنة ومشان اتأكد برا ماح بأخذ مماس من فوق هاي مماس هيك كبير وهاي مماسة بيكون يعني لما كامل الرسم بكون مماسة صغير من هاي الجهة طيب ايه عس النقطة ايه الشير عنده كبير او اللود المثلث كبير بما انه كبير بأخذ المماسه اكبر مين مماسه اكبر ايه فعلا من راح اخذ هاذ المنحنة فالتقار بيكون عندي زي هيك يعني بكل بساطة بأخذ مماسه اذا الشير بشوف مثلا من الجهة التي حت الشير قليل بأخذ المنحنة اللي ميله قليل بشوف من الجهة اللي فوق مثلا الشير كبير ايه بأخذ المماسه كبير وهكذا هاي هاي بها دقة شغلة مماسات بس هي هاي توقع طريقة الواضحة يعني فيه السريع بطيء والشير كبير الشير صغير وكذا أبو نسبي إلي من لما فتت الجامعة ولا عمرو حدا احكي لشير التجاه التقار درما بحكولي التجاه التقارب يشبه من القيم اللي على الفواصل هون المهم تفهم الفكرة انه مع قارب الساعة انا بدي حسب الجهة اليسار خمسة اثنين عشرة العشرة هاي مالها مع قارب الساعة مع قارب الساعة موجب ارسم على الموجب الموجب يصفي حساب فرضي اذا الدكتور حكا لكم ورسم لديكم اياه اسموا زي ما انتم راح تتعوضوا على الدوسية هون او على الكتاب يعني اما من ناحية اله اذا بده وحدد لك الموجب تحت انت خلص عادة حل نفس الاشيه مع قارب الساعة موجب بس الموجب وين بيكون تحت اشتركوا نوصلات